تصنيف الأسماك العظمية تمثل الأسماك العظمية حوالي 90% من جملة الأسماك المعروفة والتي تشمل 42 رتبة، فهل تعلم ما هو تصنيفها؟ يمكن تقسيم الأسماك العظمية تبعاً لنوعية الزعانف إلى طائفتين، وهما تحت طائفة شعاعية الزعانف أكتنوبترغي، تحت طائفة لحمية الزعانف ساكروبترغي أولاً، تحت طائفة شعاعية الزعانف، وهي أكثر الأسماك العظمية انتشاراً والتي تتميز بوجود زعانف مدعمة من أشعة زعنفية عظمية، وهذا هو سبب تسميتها وتشتمل على عدة فوق رتب، أهمها ما يلي واحد، فوق رتبة الأسماك كاملة التعظم، تيليوسي، وتمثل حوالي 96% من الأسماك الحية ومن أمثلتها سمك البلطي، البوري، السلمون، وأسماك الكيلي اثنان، فوق رتبة الأسماك العظمية الغضروفية، كوندروستي، وهي أسماك شعاعية الزعانف أولية، مثل الحفش ثلاثة، فوق رتبة الأسماك تامة التعظم، هولوستي، وهي أسماك شعاعية الزعانف متوسطة، وتشمل أسماك البوفين، وأبو منقار ثانيا، تحت طائفة لحمية الزعانف أو فصية الزعانف، وتتميز بوجود زوج من الزعانف الشبيهة بالأطراف، والتي لا تحتوي على أشعة، وإنما هو جزء لحمي فقط، ومثال عليها الأسماك الرئوية